بلتنا حضرة اقليمي ودي فرة التي اشهدت حفل تنصيب المنتوبة الاقليمي في التنمية الريفية تفاصيل التالية لمحمد صالح عن نورة بكر وقراءة ادم محمد شرف الدين وسط حضور كبير من الاداريين والاسكريين والسلطات التقليديين بالمنطقة جرى حفل التنصيب المنتوبة الاقليمي في التنمية الريفية باقليم ودي فرة محمد دوسة في كلمته التنصيبية الامين الام لاقليم ودي فرة كالليونس محمد أوضح أن إنشاء هذه المنظوبية الإقليمية في التنمية الريفية تندرج في إطار المساعي والجهود للتصدي الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد إضافة إلى الإصلاحات الإدارية منذ بدء الأزمة الاقتصادية المالية مناشدا المنظوب الإقليمي محمد دوسة الذي يعتبر أول منظوب إقليمي في التنمية الريفية التي تضم كل من قطاع الثروة الحيوانية الزراعة والبيئة والمياه العمل والتعاون مع رؤساء القطاعات المختلفة بغيط أداء المسئولية على أكمل وجه ممكن بعد تنصيبه رسميا المنظوب الإقليمي في التنمية الريفية بإقليم وديفرة محمد دوسة قدم الشكر والإرفان إلى السلطات العليا بالبلاد للثقة التي أولوها إياه مضيفا بأنه سيعمل جاهدا بمشاركة الكل لأجل أداء مهامه بالصورة المطلوبة بغيط أن تعم الفاعدة لجميع أهل المنطقة بإقليم وديفرة